أصدر المعهد الإكليركي في بيت جالة تابع لبطريركية القدس للاتين بياناً قرر فيه تعليق الدراسة للعام الدراسي القادم جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده مؤخراً كهنة المعهد برئاسة الأب عقوب رفيدي لمناقشة مسيرة المعهد خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية والظروف الصحية التي تمر بها الأرض المقدسة والتي فرضت على العالم واقعاً جديداً يشمل كافة نواحي الحياة اليومية وأورد البيان عدة أسباب لهذا القرار أهمها عدم مقدرة طلبة المعهد القادمين من الأردن الحصول على التأشيرات اللازمة لعودتهم إلى بيت جالة خاصة في ظل استمرار إغلاق الحدود والمعابر بين الأردن وفلسطين بسبب الأوضاع الصحية والوبائية في المنطقة